اشتركوا في القناة حضرة النبي مش اوتي جوامع الكلم فقط تاوتي مجامع الانوار فكلامه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يهدي كل محتار وينشر في القنوب الانوار وعشان كده خلونا نسير مع حضرة النبي في حديث من اجل احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعظم احاديث رسول الله انا شخصيا لما بسمع هذا الحديث بارتاح وبتطم وبحس كده مش ان انا عندي ضمانة بحس كده ان انا دخلت وغرقت في بحر من الامان ايه الحديث ده حديث من اجل حديث رسول الله سلم الحديث اللي رواه سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما قال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف هذا حديث رواه الامام الترمزي وقال حديث حسن صحيح يا سيدة هذا الحديث عجيب حديث ده من اعظم احديث رسول الله وانا عارف ان كل واحد فيكم الحديث ده ليه اثر وليه ذكريات وليه معاني في قلبه بس احنا لو بنتكلم على الحديث بنتكلم على شرح الحديث زي ما تعودنا من المدخل الحضاري اللي بيجمع ما بين علم النفس وعلم الاجتماع وبيجمع كمان ما بين تفسيرات وشرح الايمة العظام وكمان بيجمع ما بين احتياجاتنا المعاصرة لفهم هذا الحديث الحديث ده شوف من جليل قدره حد زي الامام ابن الجوزي يولي تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت قطيش يعني كان عيجننه من كدر جماله فواء سفاء من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه يا رب احفظنا من ان احنا نجون جهلين بمعنى هذا الحديث هذا الحديث الرائق الفائق وكمان ينورنا سيدنا الامام النوى كمان فيقول لنا ان هذا الحديث عظيم الموقع يعني عظيم المكانة في هذا الدين لو حديث منكم مرة بس سأل نفسه هو الحديث ليه هذا الحديث ليه مكانته كده عظيمة في الاسلام عارف ليه انا بقول ان ده من اهم احديث التثبيت بالحقائق يبا هذا الحديث اسمه ايه عندي حديث التثبيت بالحقائق ايه يعني ايه التثبيت بالحقائق يتيهين يلي حسين ان انتو معرضين للضيع هتضيعوا في حالة واحدة بس لو مدخلتوش في امان الله يا مشتتين يلي انتو مش عارفين تروحوا فين وتيجوا منين هتفضلوا على حالكم ده لغاية ما تذهبوا للجامع سبحانه وتعالى فيجمع عليكم امركم وينقذكم من شتتكم الناس اللي عندهم قلق وانكزايتي ما عندكش راحة غير اذا ذهبت الى الله انت لو عايز ترتاح من وجعل وقلم الضمير او قلم النفس ما فيش حل غير انك انت تلوز بالله سبحانه وتعالى لو انت عندك مخاوف كتيرة منغاص عليك حياتك ومخليك مش تستمتع باي شيء لازم تروح لله ولما تروح لله ساعتها قلبك هيهتف فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين كل اللي انت بيحصل لك من وجعه هتتخلص منه لما تعيش مع مولاك شوف حديث رسول الله سلم وسيدنا رسول الله بيقول لسيدنا ابو بكر في الغار وكل المخاطر عليهم الموت اقرب اليهم من مد رجليهم ومع ذلك اللي يحصل حضرت النبي يقول له ما بالك باثنين الله سالسهما ويكون دا تفسير لقوله تعالى اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا عايز تبقى من اولياء الله قالوا من هم اولياء الله قالوا الذين دخلوا في ولاية الله دخل نفسك في حفظ الله سبحانه وتعالى وتعالوا نشوف نقرأ الحديث واحدة واحدة عشان نشوف الحديث بيعلمنا ايه ايه النموذج اللي هو نموذج ماذا التثبيت بالحقائق تعالوا نشوف اول حقيقة حقيقة الاولى بتقول ايه لا حفظة الا بالله لا حفظة الا بالله يعني ايه لو عندك مال وما عندكش واصل بالله المال مش هيحصل ونشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايما نخلي بالكم لما حضرة النبي بيذكر كلمة كلمات فكأن رسول الله يتكلم عن حقائق فهمش بيقول كلمات يعني بس بيدل على ان هي صغيرة وبسيطة لا ده عايز يقوله ان هي من شدة اهميتها وسبكها صارت كلمة واحدة محدش يقدر يفكها احفظ الله يحفظك دي كلمة احفظ الله يحفظك يعني ايه يعني دي كيميا يعني دي تعاقد لا احفظ الله انظر بقى لك جمال بقى بتاع الحديث احفظ الله يحفظك يعني احفظ الله يكشف لك عن حفظه الدائم وتدبيره المستمر يبقى ايه اللي حاصل يبقى عندنا حقيقة الله يحفظنا ونحن نحتاج الى ان نتيقن من حفظه احفظ الله يعني ايه احفظ الله من اوهامك ومن مسويك وحفظك انت لله غير حفظ الله لك ان تحفظ الله يعني ايه ترضى بالله ربه ان تحفظ الله معناه ايه ان انت تحس ان انت على الدوام في امان الله من اسوأ اشكال سوء الادب اللي شفتها ان واحد يقول له مولاه الملك الجليل العظيم الحفيظ الواسع القوي يجي يقول له ايه وهو معكم اينما كنتم وبعد كده يقعد مرعوب ومخايف من المستقبل ومن الاحداث ومن الناس اللي حواليه لا يقدروا بيه ويفسدوا حياته حقيقة من اهم حقيقة الحياة انت في امان الله انت في امان الله حقيقة الاولى انت في امان الله حقيقة مهمة جدا في حياتنا لما حد كان يسلم على حد زمان يقول له في امان الله يعني هو بيقول له ايه تذكر ان حتى لو ارتحلت حتى لو تغيرت انت على كل حال في امان الله ممكن تخاطب قلبك دلوقتي وتعرف وتكلم نفسك بالحقيقة دي اقول لكم ليه بقى اكلمكم بالحقيقة دي وحنا قلنا ان احنا لما نقرأ حديث الاصل اللي اللي صلى الله عليه وسلم بنعمل ايه بنخليه متعلق بحياتنا اكتر حاجة شفتها الان انت ماصل بصائر عن رؤية امان الله فتلاقي الناس اللي عنده وسواس واللي عنده قلق واللي عنده خوف واللي عنده رعب واللي عنده غم واللي عنده هم ده كله ان هو مش في امان الله مش حاسس ان هو في امان الله شوف كده الصحابي بيقولوله هنعمل ونسوي فيك حتى لما قالوا الكلام ده لسيدنا عبدالله بن الزبير ايه اللي حاصل قالوا هنعمل فيك كده قالوا ما يضروا اشياته سلخوها بعد ذبحها وقال لا في حاجة طفو ايه تاني ايه اللي حاصل كل الناس اللي هم عارفين ان هم في امان الله ايه اللي حاصل عايشين برزق الله بنت حاتم الاصم قالت له يا ابي ما عايدناك رزاق ولكن عايدناك اكالة فلما حصلت كده ربنا جعلهم من اغنياء المدينة وهم كانوا يموتهم من الجوع خليك في امان الله عشان قلبك يتمير الرضا وتعيش فيه سلامة وسعة كمان ادي اول حقيقة ان انت في امان الله ده حقيقة حقيقة في الحقيقة يعني ما تنفعش يعني انا ما انفعش ان انا ابص للمكان اللي انا فيه ده وما انفعش ان انا امشي في الحياة وما انفعش اتعامل من غير الحقيقة دي الحقيقة دي لو مش موجودة خد بقى الايام بتدوس علي وما حدش بيحبني وانا خلاص بضيع لكن اننا لما بصي للحياة اننا في امان الله وكأن فيه خمس معاني هنبص بيها للحياة انت في امان الله المعنى التاني احفظ الله تجده تجاهك يعني احفظ الله خليك دايما عارف ان انت مع الله واحفظه من سوء ظنك ما ودعك ربك وما قال ربنا ما سبكش ربنا لم يدعك وان القاعدة التانية ايه انت في امان الله والله دوما على القرب منك اقرب اليك من طلبك ان تكون قريبا منه يعني ربنا اقرب الي الان من اننا اطلب قربه تجليات مولايا في كلامي في نظري في جسدي في كلي فالله سبحانه وتعالى معي على الدوام طب ليه تجده تجاهك ليه احفظ الله تجده تجاهك ليه لان دايما ربنا سبحانه وتعالى النظر اليه يأخذك الى الامام يبا الحقيقة الاولى انت في امان الله حقيقة التانية انت في القرب من الله وهو يطلب منك ان تتقدم الى الامام وعشان كده الله سبحانه وتجاهك وأنا أجد الله على كل حال أجد الله في كل ما حولي تجليات الله حولي كلها لكن هو ليه الحديث قال تجده تجاهك أن أنت لو فعلا ثابت ولو فعلا قلبك متزن هتجد حلوة الإيمان أن الله يأخذك للأمام على الدوام وكأن من حفظ الله جعل الله كل نفسا من أنفاسه بمدد جديد أمامك أمامك ليه؟ من أتاني يمشي أتيته هارولا يبعا إذا من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا يلا الله أمامك يعني الله قريب منك ويأخذك إلى الأمام طيب طيب وإذا أنا طلبت طلبت أماني ورجوت يبعا الحياة الأولى أنت في أمان الله الحياة الثانية أنت في ساحة مع أولاك وقريب منه ويأخذك إلى الأمام الحياة الثالثة وإذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاسأل الله يعني إذا طلبت من أحد مددا وإذا طلبت من أحد عونا وإذا طلبت من أحد شيئا فاعلم أن الله هو مالك كل شيء فاسأل الله وليس معنى ذلك أن أنا ما أطلبش من حد مساعدة أبدا لأنني لما أطلب من حد مساعدة أطلب من حد مساعدة وأنا قلبي جامد لإني لما أطلب من حد مساعدة أنا أطلب من مولاه اللي هو يجري الخير على يديه لأن في ناس عندهم مصيبة شوية في عندهم أفتين وخاصة للناس الحساسين لهم يطلبوا حاجة من حد ولا يقولوا لا فيستهلكوا وعشان كده أنت بتسأل الناس انظر إلى الله واسأله في الناس هتجد بعض الناس يقولك أنا مش عارف والله أنا ليه قلبي ميال إن أنا ساعدك لأن أنت سألت الله فيه يفقى إذن إذا سألت فلا تسأل الخلق يعني إذا طلبت فلا تطلب من الخلق ولكن نطلب من الخالق في الخلق هذه واحد المعنى الثاني إذا سألت فاسأل الله يعني إذا ضقت بك السبل مش بس إذا ضقت بك السبل كلما فعلت خطوة ماذا؟ اجعلها رجاءا واجعلها دعاءا يا رب أنا والله النهاردة اجتهد عشان أنجح في الامتحاد أنا والله اجتهدت عشان أكون أحصل على كسب حلال والله أنا اجتهدت عشان أتزوج والله أنا اجتهدت عشان أفتح بيت مبارك والله أنا اجتهدت عشان كمان أعمر في الكون اجعل ده بقى سؤال يا رب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله فوفقني يا رب فاجعل كل عمل صالح سؤال لله يبقى تالت حاجة إلا حاصل استعن بالله ولا تعجز ما تؤفش كمل وإذا استعنت فاستعن بالله يبقى إيه؟ أول حقيقة أنت في أمان الله أنت بالقرب من الله إلا حاصل الحاجة التالتة والمعنى التالت اللي احنا قلناه إن كمان أنت لازم طول الوقت تستعن بالله سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يعني إياك أن تعجز بدل ألك إذا استعنت فاستعن بالله والله لا يعجزه شيء والله لا يغيب فاستمر ولا تتوقف فاستعن بالله ولا تعجز استمر يبقى الحقيقة التالتة من استمر من استمر وسار وجد تجليات الأنوار وجد الله سبحانه وتعالى مدده يبقى دايما الحقيقة التالتة أن المدد تذوق حلاوته في السير كل ما تمشي كل ما تجد المدد لما في شقوف يبقى الحقيقة الأولى أنت في أمان الله أنت في قربه أنت أيضا تسير إليه سبحانه وتعالى ستجده أمامك وكمان استعن بالله ولا تتوقف أبدا لأن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار الحقيقة التالتة بها وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك أن الفضل بيد الله فإلا حاصل فلا يأتي أحد ويبتزك يبقى لا تبتز لأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل فلا للابتزاز سواء بقى يبقى ابتزاز عاطفي ابتزاز ثاني ما تخليش حد يبتزك وخليك إنسان متزن المعنيين اللي جايين دولا من معاني الابتزان إيه معاني الابتزان إيه اللي حاصل من الابتزان إن أنت تعرف إن الفضل اللي عندك من مقام النعمة يبقى الفضل اللي هيجي لك ده نعمة من الله هل معنا كده إن أنا مشكرش الناس إذا كانوا سبب في وصول هذا النعمة إلي هشكرهم بس أنا بشكرهم لأن أنا بشكر الله سبحانه وتعالى ولزيك لازم أن يفهمين ده ما عندك من فضل فو نعمة من الله فمعنى كده إن أنت إيه ما تخافش على رزقك ما تخافش على ما تحتاج يبقى المعنى دوت ينفي الخوف طيب والتاني وين اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء كتكتبه الله عليك ما تحزنش ما تحزنش على حاجة فاتتك يبقى بصوا الثلاث حاجات اللي احنا قلناها احنا مشين دلوقتي إلا حاصل أنت في أمان الله وهو قريب منك وهو مددك ويطلب منك أن تستمر ولا تتوقف بلا خوف على رزق وبلا حزن على شيء فاتك ليه؟ لأنها رفعت الأقلام وجفت الصحف حقائق يا ولدي حقائق يا حبيب الرحمن حقائق يا من يجب أن تسير في حياتك بهذه الحقائق خمس حقائق مهمة في حياتك لو عشت بيها هتجد حياتك بتتغير أنت في أمان الله وأنت قريب منك وهو يطلبك أن تذهب إليه الأمر الثالث أنت على الدوام في مدد الله سبحانه وتعالى فلا تعجز واستمر الأمر الرابع لا تخف على رزق الأمر الخامس لا تحزن على ما فات وساعتها لما تعمل الحاجات دي هتتكشف لك الدنيا بالحقائق وتعرف أن ربنا سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد وخزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار وأن الله لطيف بعباده وأنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر إلى الأدعاء وجعل خلقه في حفظه فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين يا عبادة الله اطمئنه الله سبحانه وتعالى علمكم الحقائق على اللسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وعلى اللسان الحبيب لكي تعيشوا في أمان فابقوا في أمان الله سبحانه وتعالى وعيشوا في ضمان الله لا يصلكم أزى وساعتها هيقل في حياتكم التوجع والتصدع والفزع والجزع يا رب جعلنا دايما في أمانك وده بعض رشفات من أنوار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيش دايما في أنوار حضرة النبي ونكمل مع أنواره ونعيش في أسرار هذا الحديث العظيم اللي لو عاش به الإنسان يعيش مطمئن ويعيش وقد دخل في النفوس الراضية المرضية يا رب أكرمنا ونجعلنا عن الدوام من أهل الرضا ومن أهل الكرم ومن أهل جودك يا رب العالمي فاصل ونرجع بعد الفاصل نجاوب على أسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وعانا أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي هي دايما بتكون جسر النور اللي بيربطنا ببعض ويخلينا دايما في مجالس نور وفي الرياض الجنة أول سؤال وصلنا سؤال بيقول أمي في مقبرة ناس رايب لينا واشترينا مقبرة لينا ينفع نقول لها المقبرة الجديدة ولا حرام أول حاجة لازم نعرف أن نقل الميت من مقبرة إلى مقبرة الأصل فيه المنع أنه لا يجوز إلا لمصلحة إيه المصلحة إما مصلحة إما مصلحة تخص الميت دا وتدى الأصل مصلحة تخص الميت دا أو مصلحة ممكن تكون لمصلحة عامة من الحاجات اللي اللي ما ينفعش النين الجثمان فيها أنه هو يكون في مقبرة مملوكة وفي ناس رديه بأنه هو يدفن في هذه المقبرة لكن نفترض أنه هو يدفن في مقبرة أرضاه مخصوبة أصعد لأن الإله ودي مش هتبقى لمصلحته لكن الحاجات اللي تبقى لمصلحته أمثل فالمقبرة اللي هو فيها دي جلت الميا عليها والجثمان هيتأذى أو حصل أي برشح أرضي أو أي سبب من الأسباب فيه ضرر على الجثمان ساعتها يجوز إن احنا ننقله وساعات دا يبقى المصلحة أو أني عايزين الأماكن دلوقتي ضاقت علينا عايزين نبني طرق أو نشر أو شيء من هذا القبيل أنا ألقلها بأداب معينة وبشروط معينة وبضابط معينة لكن هم تفون في مقبرة ومقبرة ناس أرايبنا وهم مش بيتأذوا ولا هم بيعملوا أي حاجة ولا بيقولوا والله دا ضاقت علينا المقبرة وإحنا مش لقين مكان وأهلنا أولى لا خلاص هنسيبه في المكان دا لأنه ما فيش حاجة ولا ضرورة تخلينا ننقله من المقبرة اللي هو فيها دي طب إحنا عايزين نحطه في مقبرتنا عشان نبقى إيه في مقبرتنا ولما ندفن بقيت أرايبنا يبقوا قريبين منه إحنا نتكلم عن عالم الأرواح وعالم الأرواح قريب عالم الأرواح دا قريب كل حاجة قريبة في عالم الأرواح ولذلك لا في الحالة بتاعتنا دي لا ننقله ليه؟ إذا كان أهل المقبرة دولة راضيين وإحنا ما غصبناش منهم الأمر دا واتدفن عن الرضا إحنا مش في حاجة والمقبرة دي ما فيهاش أي خطر ما فيهاش رشح ما فيهاش أي شيء من الحاجات اللي تضرر بالجثمان لا يفضل في مكان ليه؟ لأن نقله من المقبرة يؤذيه وده ممنوع شرع طيب السؤال التاني بيقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا شيخ الحمد لله نعم وفضل هل الرسم حرام أم لا؟ لا الرسم مش حرام حتى لو كان الرسم ده حتى لو كان الرسم ده ليه صور البشر حتى لو كان الرسم ده لسور البشر ليه؟ لأن اللعن كان اللي حصل للمصورين المصورين هنا المثالون الذين يصنعون التمثيل الكاملة لمن يعبدون ومن وفي حالة مصادمة الله سبحانه وتعالى بإنهم يصنعوها لكي يصنعوا منهم إنسان وينفخ فيه إنما المكتوب على الورق ده المرسوم على الورق ده أو المرسوم بأي وسيلة بالمكينات اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الطباعة مثلا على التشيرتات أو الرسم عن طريق ريجرافك كل دوت ما يدخلش في الحرمة وليس بحرام فالرسم ليس بحرام لأي شكل من أشكال الرسم إلا بقى طبعا لو كان يستخدم الرسم في شيء ممنوع لا بس دوت ما يدخلش في الحكم الأساسي بتاع الرسم فالرسم جائز وليس فيه شيء وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرات كان يجلس والحديث البخاري كان يجلس فرسم رسم ربع كده وطلع منه أسهم وتكلم على اتباع السبل فتفرق بكم عن سبيل الله سبحانه وتعالى فلذلك إلا حاصل فالرسم أداة عبرية بنعبر بيه عن الأشياء وقد تستخدم لتعيين الأشخاص أو لمحاكاة رسمهم وسوارهم فدوت ليس فيه شيء وقديما حتى كان الشيخ محمد بخيط المطيعي تكلم حتى عن السور الفوتوغرافية وتكلم على أنها حبس ظل حتى في الرسم عندنا يقولوا أن الرسم وخاصة الرسم بالرصاص بالأقلام الرصاص بيشتغل على الضوء والضل فلذلك ده كله بيتكلم على الضوء والضل مالوش دعو بخلق الإنسان خالص طب ومش معنى كده إنهم بيضعوا وخلق الله أبدا مفيش خلق لله مسطح كده مفيش بناء دم مسطح ماشوفناش حد بناء دم زي الورقة كده وزيك هو مفيش ده ما ينفعش يبقى مخلوق من مخلوقات ما ينفعش يبقى بشر ده فلذلك الرسم جائز وليس حرام السؤال التالي بيقول عندي وسواس وتشكيك في العقيدة واستغفر الله العظيم في الذات الإلهية وكل ما أسمع حاجة في الدين والأحكام صوت داخلي يقعد يقول لي مش منطق مش طبيعي وتعبت والله من كده طبعا هو السؤال شكله إن في حد بيحكيلي بيفضفضلي لكن هو مش بيفضفضش هو بيقول لي أعمل إيه في اللي أنا فيه ده أعمل إيه في الشك اللي أنا فيه ده ده مشهور أول وسواس دوت دوت شكل من أشكال الوسواس القاهري في كتير من أحيين وبالشكل ده لما بيفسل حياة الإنسان ويوقفه بيحتاج على طول لعلاج فأول حاجة لابد أن نذهب لطبيب لأنه في الحقيقة الحاجات دي بتبقى متعلقة بتغير في كمية المخ فإحنا محتاجين نروح لطبيب الأمر الثاني إحنا محتاجين نجلس عدة جلسات مع حد بيفهم إزاي يتعامل معه تسبيت بعض الأفكار المنطقية وبعض الأفكار الدينية في عقل الإنسان عشان ما يبقاش عنده هذه التهديدات زي إيه حد يقعد مع حد فيقوله إيه يقوله إن الله سبحانه وتعالى لأنه موجود لا يتأثر بما تقول إيه ده يعني اللي أنا بقوله ده مش هيهز ملك الله لا مش هيئز الله سبحانه وتعالى لا طب من ربنا سبحانه وتعالى مش هيبقى رد فعل وحش معايا لا لأنه الله سبحانه وتعالى في الأحوال اللي انت فيها زي أحوال المرضية الوسوسية دي إن الله حضرت النبي بشرنا والحمد لله على هذه البشر إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيانة وما استكروه عليه أو ما حدثت به أنفسه يبقى إيه اللي حاصل يبقى ده الله يعفو عنه يعني ربنا مش غضبان علي لا طب إيه اللي حاصل عليك إن انت تستمر في رحلة علاجك وتعافيك وأنت في أمان الله وما تقلقش استمر في رحلة العلاج وربنا مش هيطردك ولا يعزبك ولا يخليك بعيد عن سحته سبحانه وتعالى إيه ده معقولة؟ آه معقولة فدي أول حاجة أنا أقولها له لأنه حاسس بيبقى حاسس الشخص وهو في الحالة دي بإحساسين ممكن يفتته قلبه وعقله إيه الإحساسين دولا؟ أنا مش قادر ولكني بقى وسيء الأدب مع الله فهو عاملني بمين من الاتنين؟ هتبقى واقعة لو عاملني بأن أنا سيء الأدب معاه ده في الشخص اللي هو لسه بيعيش مرحلة إنه هو في ربنا فهو حاسس أنا سيء الأدب بقول كلام وحش قوي ويجي لي عيطه بقلبه ومغوع قوي أقول له هدي بالك هدي بالك هو أول اللقطة بيستغربها وبيستغربها وبيندهش منها أنا بقولك اللي أنا بقوله في حق ربنا إنت ليه مش عايز على طرف الإسانه إنت ليه ما بتضربنيش ليه ما بتوجعنيش ليه ما بتعذبنيش ليه ما بتجلدنيش أقول له ببساطة إذا كان صاحب الحق تجاوز عندك فما لي أنا ده ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عندك هو سبحانه وتعالى عفى عنك يبقى ليه أنا حسبك يقول لي ما أقول له عفى عني فلازم الكلام ده ويكون الأمرين يمشوا بالتوازي حد نروح نتعالج وفي نفس الوقت واحد يدينا بعض القواعد المهمة في المعاملة مع الله وأغلبها بتبقى قواعد تبين أنك ما زلت في معية الله وما زلت في حضرة الله وما زال الله ينظر إليك بوده وبلطفه نسأل الله سبحانه وتعالى لن يهدينا جميعا ويجنبنا مساوئي التشكك يا رب العالمين بعد الفاصل نكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا أسئلتكم المباركة ومعنا سؤال بيقول أخويا عقب أمي ولا عاذه بالله وكل من حاول نقنعه أنه هو يستقر ويتجوز ويشتغل يرفض ويلاوع وعايز إخواته يصرفوا عليه ومش عارفين نعمل معاه إيه ده حاجة بتبقى صعبة قوي قوي وساعات بقى يزيد في الأمر ده أنه هو يحس أنه أنتو ظلمينه شفتي ده بقى شفتي النموذج ده أنتو اللي ظلمينه وأنتو اللي عليكم حق أنه أنتو تحاولوا بقدر الإمكان أنه أنتو تمحوا كل الأسل اللي حصلوا في حياته ويرى أنه مواجب عليكم أنه أنتو تعملوا كده الحل في الحقيقة شوية أمور الأمور دي لازم تكون فيها عين مركزة وقلب صاحي أول حاجة ارفضوا بكل أشكال وبكل الصور أي نوع من أنواعات تجاوز مع الأم حتى لو وصل لأنه نقول له ما تقول إيه وعدك يقول لها اسمع لازم تقول لها حضرتك لازم تقول لها بكذا طبعا أنا بقول كده ليه لأن في لاحظة من اللحظات الشخص بيوصل إلى حد الاستبياع لما ما يلاقيش حد يرده وإحنا ماشيين هنا بقول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا ده انصره مظلوما قد عرفنا كيف أن ننصره مظلوما فكيف أن ننصره ظالما يا رسول الله قال أن ترده عن ظلمه فأول حاجة امنعوا التجاوز لو في أي تجاوز في تجاه والدتكم امنعوا التجاوز ده وقفولوا وارفضوا أن أنت تجلسوا في مجلس بيتجاوز فيه مع والدتكم ولو هو بيتجاوز مع والدتكم ما تخلوهاش تقعد في نفس المكان اللي هو بيقعد فيه يعني احنا محتاجين نحسسه انه هو بيتطرد لانه طول ما هو حاسس انه هو من حقه يتدلع ومن حقه انه هو يتجاوز مع والدته ويتجاوز معكم هيمارس حاجة اسمها معروفة او اوي هيمارس معكم الاستهلاك هيتحاول ليبقى زي زي البير اللي مالوش قرار تحطه فيه فلوس وتحطه فيه وتحطه فيه حنية وتحطه فيه كذا وهو البيل زي ما هو ده الامر التاني لازم نتأكد انه هو ما عندوش اضطراب نفسي يعني لازم نتأكد انه هو ما عندوش اكتئاب حد لازم نتأكد انه هو ما عندوش الامراض المزعجة اللي ممكن معاها ممكن يحصل حاجات سيئة جدا فاحنا لازم نشوف هو ايه اللي عنده فلازم يعرض لو كان بالهيئة دي احتمال كبير يكون محتاج انه هو يعرض على طبيب نفسي الحاجة التالتة اللي احنا مهم جدا انه احنا نشوفها ونعملها في الحالة دي انه نخلي اقرب الناس اليه يقعد معاه يعني الشخص اللي هو بيحب يتكلم معاه ويقعد معاه يقعد معاه ويتكلم معاه ويشوفه وليه بيمارس العقوق مع امه وبيعمل كل الكلام ده وشايف انه هو ليه حق عليكم وبيلاوع انه هو ما يتجوز وليه عازف عن الحياة بهذه الطريقة اظن انه هو لو لا حد كويس يكلمه هيتكلم معاه ويقول كلام مهم وده في حد ذاته عايكون مهم جدا جدا ان احنا نعرفه ونفهمه الحاجة الاخيرة اللي انا شايف ان احنا لازم نعملها بالنسباله هو ان احنا نكون زي ما بقوله كده على قلب رجل واحد ما ينفعش ان في حد يحاول بقدر الامكان ان هو يحركه ان يعمل حاجة صح وبعدين ييجي في النص حد يقوله لان ده عايخليه يفسر هو الكلام اللي بيحصل ده ان كلهم بيكرهوه وده بس اللي بيحبه لازم نكون جدين في التعامل مع الشخص ده لان الشخص ده ممكن يكون مؤذي النفس والاخرين السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت يا شيخ انت بتقول ان سيدنا محمد كان عنده جواري هل ده صحيح وموضوع الاخاني حرام ولا حلال طبعا انا ما اظنش ان في البلنامج ده جبتي سيرت ان حد النبي كان عنده جواري لكن الثابت ان المقوقص المقوقص عظيم مصر ارسل الرسول الله سلم عدة امور ارسل زق من عسل وارسل جارية اسمها ماريا وارسل كمان بغلة اسمها جلجل ودولا وصلوا حضرة النبي وسيدنا ابراهيم ابن حضرة النبي جاله من السيدة ماريا فده اللي حصل وده اللي كان الحياة التانية موضوع الاخاني موضوع الاخاني احنا نتكلمنا قبل ذلك الاخاني كلام وفي الدرس الفقه بيفرقوا ما بين الاخاني بمعنى الكلمات وفرقوا ما بين الموسيقى واللي اتنين الراجح في الكلام عنهم والراجح في الفتوى ان ده حلال اذا كان حسنا ولا يشتمل على اي شكل من اشكال الفحش وده كمان حلال اللي هي الموسيقى هتكون حلال فاذا كنا منتكلم على اغاني الايام دي اللي فيها كلام وفيها موسيقى لان الغناء زمان كانوا بتكلموا فيه على الكلمات فاذا كانوا الاتنين موجودين وكانوا مفهومش اي شيء محرم فالاتنين جائزين والاصل في الغناء والاصل في الموسيقى انهما حلال الا اذا طرأ شيء يجعلهم حرام يا سيدة احنا النهاردة تكلمنا على حديث من اجل احاديث رسول الله سلام هو الحديث اللي انا اطلق عليه حديث التثبيت بالحقائق ان يبقى الواحد فينا اصله ثابت وفرعه في السماء فرعه الى الله زي النخلة كده ما حضرت النبي مثل بيها الحقائق دي انه اول حقيقة انت في امان الله الحقيقة التانية الله اقرب اليك من طلبك ان تكون قريبا منه ولابد ان انت دائما تتقدم الى الامام الحقيقة التالتة استمر لانك ماذا لانك في مدد الله واستعن بالله ولا تقف واستمر وان من سارة وجد نفسه في وسط الانوار وبعد كده الحقيقة الرابعة لا تخف على الرزق فان الرزقك مضمون ولا تحزن على ما فاتك فان ما فاتك ما كان اللي يصيبك يا رب ايجعل الحقيقة دي انوار في حياتنا نتخلص بيها من المخاوف ومن الهموم ومن الغموم وكل المقاسي وكل القلق وكل الوجع اللي في قلوبنا لما نعرف ان انت قريب منا بحنانك وبجمالك وبرحمتك وبخيرك وبمددك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا ارحم الراحمين